المحادثات المقرر عقدها بين وفد يمثل المعارضة السورية وآخر يمثل النظام السوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في جنيف تواجه الآن معضلة أخرى ألا وهي تشكيلة الوفد الذي سيمثل المعارضة السورية في هذه المحادثات المنسق العام لهيئة التفاوض المنبثقة عن لقاء الرياض أعلن أسماء الوفد الذي سيشارك في محادثات جنيف برئاسة أسعد زغبي أحد قادة مقاتلي المعارضة السورية ويضم في عداده جورج صبرانا إبل الرئيس ومحمد علو الشقيق القائد السابق لتنظيم جيش الإسلام فيما تطالب روسيا بوجود معارضين آخرين لم يكونوا ضمن المدعوين إلى اجتماع الرياض في المحادثات زيوريخ تشهد اليوم اجتماعا بين وزيري خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا على أمل الوصول إلى حل قبيل موعد المحادثات المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر وتشير تقارير إلى وجود عرض الروسي يدعو إلى مشاركة وفدين معارضين في المحادثات على أن يضم الوفدان العدد نفسه من المشاركين والصلاحيات ذاتها وهو أمر أعلنت السعودية عن رفضها له على لسان وزير خارجيتها الذي اعتبر العرض الروسي ضغطا خارجيا يمارس على المعارضة السورية الوفد السوري المعارض المشكل في الرياض أعلن على لسان المنسق العام لهيئة التفاوض عن وفد المعارض رياض حجاب رفضه التام للمشاركة في المحادثات في حال وجود طرف ثالث فيها لن يكون هناك تفاوض إذا تم هناك أي إضافة وبأي صيغة كانت لن نذهب إلى التفاوض هذا كلام محسوم ولن نخضع على الضغوط حول هذه المسألة لن نقبل أي الضغوطات رفض وفد المعارضة المشكل في الرياض لمشاركة أي طرف ثالث في ظل الإصرار الروسي على توسيع المشاركة في المحادثات يهدد المحادثات برمتها خصوصا وإن الأمم المتحدة لم توجه إلى الآن دعوات لحضور المؤتمر إلى أي طرف من الأطراف بانتظار اتفاق الدول المعنية بالمحادثات على أسماء المشاركين فيها